طبعا مش هينفع تبقى معايا وما نفتكرش مع بعض بقى ذكرياتك مع كابتن جوهري والجيل تسعين وكان ليك موقف كده مؤثر مع كابتن جوهري هسيب حضرتك تكلمني عنه وقت الاصابة ترجعنا حاجة والتلاتين سنة سالة يعني عملا بحييكم طبعا وبحيي طنفك الكرام والبرنامج والستاد المسهدين مناخه كده يوم جميل وحياة جميلة ان شاء الله يتعالى كابتن جوهري كان ليه موقف محاولة كابتن جوهري طبعا الله يرحمه يرحمه طبعا من الشخصيات المؤثرة في كرة القدم المصرية بصمة جبيرة جدا سواء لما كان مدرس في نادر اهلي نتذكر ان هو اخذ اول بطولة افريقية لنادر اهلي صحيح اهن يعني هو الراجل كان بيحب يشوف ويتابق كل اللاعيبة على مستوى الجمهورية كل الاندييه لو كنت لم تتذكر رمعي velocities وانتما انculus اختياراته في سنة مانية وتمانيين من السانه كان فيه خطرة جدا من نادي المحلة ومن نادي المقاودين ومن نادي الترسامة ومن نادي المصري ومن نادي اسماعيلي اتذكر كل الامديا طبعا انه نادي الانتبار الاهلي والزمالي يعني شاز عن القاعدة شوية فكره بانه قال لا فيه لعيبة موجودة من ضمن غير الاهلي والزمالي معهم على اساس انه هو طبعا لمضاف الدول فترة وشاف اللي عاديه كلها موجودة مختلف الانديا الدوري وكان عادي الانديا كان اتناشر نادي على الدور الممتدس يعني فانا فجيت في الحقيقة كنا ناديمين كان هارس نصعدنا فيه لقيته باخر سنة 88 بيستدعيلي في الحقيقة قابلني مبلا كويسة وتكلم معايا كويس وقال لي انا فيه كل وقتها يعني انا اللي فكرني دي محمود بقول له قال لي محمود كابتن جوهري انا بكلمك كابتن شامع اللقطة اما حضلك اتعرضت الاصابة قبل كاس العالم 90 وكابتن جوهري ساعتها اصر ان انت تكون موجود معهم في بعثة المنتخب في كاس العالم ده كان موقف بالنسبة لك اكيد يعني انت حضرتك دي حاجة عمرك متنساها من موقف بيدل فعلا على احترام كابتن جوهري اي لعيب كان موجود معايا والله طبعا دي لفتا كانت كريمة جدا منه انه كان بيتابعني وانا بعد الحادث كان بيخدنا حتى معاه في المعسكرات اللي كان بيعملها سواء داخليا او خارجيا صحيح وكان متأثر جامد جدا بإصابتي وبعد عن الملاعب وعن الفريق فهو اللي اصر ان انا اكون ضمن البحث الرسمية يعني كان وقتها 22 لعب قال لا هو خلاهم 23 وانا اقول كلمة برضو استاد المشاهدين ده البرنامجة وقناتك لقناة ناجي الزمالك انه هو عاملني حتى في المباريات في المكافئات في البوقت ماني في كل الكلام تقالي ايه وكنك موجود بتلعب مفيش اي حاجة او مفيش اي اختلاف اه والله رحمه الله عليك رحمة الله عليك